السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أحلى صبايا إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال أختنا في الله تقول بنات أنا القصة هذه كتبتها عشان أستفيد من خبراتكم وأشوف أراءكم ومن هنا برضو أفض فضلكم وأطلع كل اللي في قلبي براحتي بس أتمنى أن تكون النصائح لكم يعني نصائحكم ليا زي نصائحكم لأنفسكم أو أخواتكم أو أي عزيز عليكم المهم يا بنات أنا لي ثمانية شهر من الحين يعني من لما أكتب لكم هذه القصة أنا خطبت في المرحلة الجامعية وبالتحديد ثاني جامعة تم الأمر ووافقنا بس كان شرط أهلي أن الزواج يكون بعد التخرج والمهم وافقوا وملكتوا في رابع تقريبا في إجازة بين الترمين كنت توقع أن يعيش قصة حب وبالحلال زي كل البنات بس للأسف يعني بدل ما يعيش أحلى فترة زي ما يقولوا كذا قسم باللبنات عشت أسوأ فترة كان ضغط نفسي رهيب مو طبيعي طبعا بحكم أني خريجة ومشروع تخرج وجهاز عروس يعني تتخيلون معي الوضع كيف المهم زوجي كان غريب وغريب لدرجة أنه ما عمري قد شفت أحد زي أو سمعت أحد يعني ما عمري شفت أحد زي والمهم كان ما يسأل عني ما يتصل علي أحس أني ما أهمه بس كل يعني كنت أقول يلا ما عليش يمكن يسوي ثقيل باجب راسه بالحب والاهتمام وكذا وفعلا كنت يعني أدق وأسأل وهتم وحتى الزيارات ترى بنات ما كان يجي إلا بعد طلعت الروح وأجبله من أحلى الهدايا وأثمنها والله العظيم يا بنات كنت أبغى أرضي بأي شكل وإذا جاء أحطه كذا على راسه من فوق طبعا زياراته كانت رسمية اللي هي مصافحة وأغلب الوقت كذا ساكتين كنت أستغرب يعني إنه ما يمسك يدي وكذا زي باقي البنات يعني كنت أسمع كذا من صحباتي وقريباتي فكنت أقول لا يا بنت عادي ترى يمكن يستحي أو إنه يخاف من أخواني يسوي ثقيل المهم كل ما هو عندي أو طوال الوقت اللي هو عندي كان جواله يدق وطالع كذا يعني أرتلفت ولا واحد من أخويا مرت علي يعني عادي أخوية يدق عليه في الثرازيارات نفس الحالة زارنا ونفس الشي يجلس أخوية داي يزعجنا ويصير كل شوي يعني زوجي متقروش ومستعجل قلت بحكم يعني إنه زوجي في منطقة ثانية غير اللي أهله فيها وأصحابه فيها يجي بس في الإجازات أكيد إنه أصحابه مش تاقيلة وما يكمل نص ساعة عندي إلا يعني سبحان الله يمر أسبوع أسبوعين ما يكلمني وصرت أبغى أثقل شوية يعني ولا أتصل ولا أرسل المهم يسحب علي أكثر إلىين ما عاتبت وقال طيب أنا مشغول قلت فيش مشغول يعني مشغول في إيش ومدر الصفوف أولية حدك ترجع لبيت السا 11 وتنام ليلة المغرب إنسان فاضي ترى ما عندك ولا شي بس إنه جالس كده مع الشباب قل لا بس أقاعد مع الشباب ألعب بلوت أشوف مباراة قل طيب على قل يعني افتكرني بس لو بس برسالة قال طيب المهم يتعدلي يومين ويرجع لنا في حالة الأولى بس طبعا هنا صار يسحب علي عادي شهر المهم خلاص يعني ما تقدر تكمل كلمت أهلي واستخرت وكذا قلت يا أمي وابوي طبعا أنا ما أبغاه خلاص انتهى وكلموه قالوا خلاص البنت ما تبغاك جرس يدوك 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 ويرسل ردي ردي والمهم طنشته كلمني أخويا قال وحشمتي عليك وحشمتي يا أختي كلمي المهم ترجانه والله العظيم بنات عشان أخويا المهم قال لي كلمها قال له يعني كلمها وردت عليه واتس ولما نعتبته كذا على أهماله وأنه مو زي الناس ولا كأني زوجتك كأني واحدة من الشارع ما أهمك إذا أنت مو قد الأرتباط لا ترتبط يعني ما بعمرك أصلا قلت لي كلام حلو ولا عمرك قلت لي اشتقت لك ولا عمري حسستني بأي مشاعر يعني عندك جفاف وعنده جفاف من جد بنات جفاف عاطفي وليس طبيعي بشكل كبير المهم رد علي قال كل شي بعد الزواج وبتشوفين وعيدك ورحت مبسطين ولما تكونين عندي غير لما تكونين بعيدة صدقت المهم تحسن شوي صار يسال عن دراستي واختباراتي واهتم شوي تزوجت وفرحت زي أي واحدة بس والله العظيمي بنات ما عشت إحساس العروس أبدا المهم جلسنا ثلاث أيام وبعدها سافرنا ما يقرب مني يعني لو ما أتودد أنا لو ما يقرب مني وأجي جنبه وأتميلح على قولتهم يعني ما يجيني عنده برود مو طبيعي المهم سافرنا وجلسنا سبوع أقسم بالله يا جماعة يعني كأننا أخوان ألبس كل أنواع الملابس والإنسان مرة باله مو معايا بالمرة المهم بعد ما حسن أحس يعني كده إنه بديت أتضايق من أسلوبه طول الوقت على الجوال ومو مهتم بنفسه تخيل بنات ما يتروش يعق كأنه مو عريس بجد كان يسد النفس يعني بس إنه تحملت إذا سوالف سوالي فكلها على نفسه أنا وأنا وأنا طبعا أنا أفرح إنه سوالف أجاري بكلامه أحاول أبينه وأنا متحمسة يعني كده بس أنا إذا تكلمت والله بنات كأني جدار ما يعطيني أي اهتمام وبس يسلك لي المهم جاء عندي قال لي أختي ورحيمي بيجون عندي سويت نفسي ما سميت المهم قال لي أقول لي أختي ورحيمي بيجون هم وأولادهم قلت فين طبعا حين كنا مستاجرين يعني شالي صغير بمسبح يعني استغربت يعني إشت الجرأة هذول يعني بيقطوني عندي وأنا لسه عروس حتى ما قدرت أقول لا يعني كنت مرة مستحية قلت طيب المهم جو سبحو هو إياه وأنا طبعا منطقة الحالي بس في الغرفة دخل عندي قال لي بس بنروح الملاهي معاهم صرنا كل يوم نفس الوضع نطلع نروح نجي معاهم إذا رحنا مطاعم أنا واخته في مكان وهو رحيم وفي مكان المهم كانت يتهرب مرة مني بنات وما يبغانا نكون مع بعض وحدنا نهائيا وإذا قلت له شيء قال عشان ما طبعا ما تبغين أهلي ومن دل كلام المهم سكت طلعنا من الشالي استأجرنا في فندق هم في غرفة وحنا بغرفة وصار يطلع هو رحيم وأنا واخته وعيالها نجلس لحد ما يرجعون ثلاثة وأربعة تخيروا كل ده وأنا عروس والله إني كنت مستحية عند أخواله رايحين عند أعمامي يرميني ويروح طبعا ولا عند أهلي يرميني ويروح ولا عند واحد من أخواني ما يرجع يخذني إلى ثلاثة الليل اللي يقهر إني لما أروح عند أخواله وأدق وأقول تعال خذني شكلي مرة غلط يقول يرجع مع أمي إخواتي عادي مع أخويا قلت وانت تعال قال لا أنا بعيد المهم خلاص أنا انفجرت قلت والله العظيم عن نت قلت والله ما أروح وأنا باقي عروس أطلع كده قدام الناس مع أخو قال طب استنيني المهم بتأخر اللي يقهر إنه عرايس من نفس العائلة كلها طبعا يجي زوجها يأخذها حتى سلفات يلا هو تأخر لين ركبت السيارة وقالب وجهه قلت أسمع لا تقولي مرة ثانية يروحي مع أخواني أنا ليش تزوجتك قل غصبا عنك تروحين قلت لا خلاص مو لازم أروح عند أخوالك أصلا بعدين ما خلاني حتى أكمل كلام قال أنت ما تبغين أهلي أجل ما تروحين عند أهلك المهم والله يا بنات بس أبكي ليقهر إن أخواتي يعني الحين يجون عندي يقولوا أنت جين معنا المكان فلاني أقول لا والله ما لي نفس يقولون ينقلون روحتهم هذي عشان ويجي عندي يقول ليش ما تروحين معهم أقول ما أبوى يقول المهم وصلت المرحلة تعبت نفسيا أحس أني غريبة طبعا حياتي كلها مشتركة مع أهل فطور غدا عشا أطلع عندهم وأكل مطبخي تحت ما فيه ولا شي حتى الفلاجة مو فيه وصرت أكل وغسل وكنس معهم حسيت نفسي صراحة أنه شغال يعني بس والله العظيم حتى الشغال الله يعز هتأخذ فلوس أنا مجرد دايكور كنت أقول لأمي بترسل الشغالة على أساس أنها تساعدني وكذا كان يرفض يقول لا أنت مو أحسن من أختي اللي في المتوسط صغيرة وتشتغل قلت أنت ما عندكم شغالة يعني معروف أنها بتشتغل يعني فما كان يحن علي أبدا المهم طول شهر العسل هذا هو نفس الخوي اللي كان يدق في أيام الملكة الزيارات يدق خمسة مرات ويصالف معاه ويضحاك ويعلم كل شيء حتى لو يدخل يتروش يروح يعلمه طبعا اللي خلاني أشك أن زوجي لما يجي يطالع يقابل ذا الإنسان يتكشخ ويصب نص طول تلعطر على نفسه ويفرش أسنانه ويسوي الشيء اللي أنا سويه الصراحة أني بديت أشك كبنات يخرج الصبح يفطر معاه ويجيب لي سندوتش ويأعطين إياه ويدخل وينام وبعد العصر يخرج وفي الليل يتقابلون على قولهم يقول أن نلعب بلوت المهم شكيت في وضع واستفسرت عن صاحب هذا من أخواته قالوا له أنه ويام متعلقين في بعض زي الأخوان المهم أخدت اسمه وقلت لأخواني أنه وطلع هذا الخوي أكبر من زوجي بعشر سنوات وإخواني طبعا عرفوه وعرفوا أنه كان بزرنجي والعياذ بالله ولكن أنه تاب لكن هذا الخوي متزوج له ست سنوات وما قدر أن يخلف المهم بدأت أشك يعني جوال زوجي برقم سري أقول ليش تقفل شوف جوالي مفتوعة عندك قال الشباب يرسلون شيئا لا 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 رجعنا لنفس الحال طبعا كان شيء طبيعي وتعب جسدي ونفسي بشكل طبيع وضغط علي يعني مرة أنا قائمة بكل شيء الرجال والمرأ أنا يعني في أشياء ما أقدر أتكلم فيها بنات بس حرفيا يعني تعبت نفسيا وجسدي بشكل طبيعي كنت ألبس لكل شيء يعني بس ما كان يعبي عين في شيء يعني سبحان الله ما كنت أحرك فيه شعرة ويعني مرت كل هذي الشهرين وأنا رس بنت زي ما أنا يعني المهم صار يقول لي أنا تعبان مرهق أخلاقي قافلة قيم تكلمت يعني قلت ترى ما أحس أني عروس أحس أننا زي الأخوان طبعا أتكلم معه زي كذا وينام ويخليني يعني أقول لكم بنات إنسان متغطرس بارد جنسيا عطفيا معاملة سيئة كأنه صنم المهم أخر شيء ما قدرت تتحمل قلت والله لا رو عند أهلي قل براحتك المهم رحت وأخلاقي خلاص قافلة منه قلت لأمي قلت والله ما ترجعي لهذا مو برجع المهم طبيعي خلاني أسبوع وجاء أخذني وما سمعت كلام أمي ورجعت لك أنت بشوف وين النهاية معا يعني دخلت مع أخوات الغرفة اللي في بيت أهله على أساس أني وريني شهايد وكذا ألاقي في درج عنده كان في هذا الدرج دفتر فيه شعر وأغاني وازل وكلام عجيب الخوي وهذا اللي كان يدق دق المهم تمنيت أنه يعني يقول لي بس لو ربع الكلام ده طبعا أنا بعد ما شفت هذا الدفتر خلاص ما قدرت تحمل إنقهرت جلست ما أكلم ولا أطالع فيه ولا أقرب منه قرفت أكثر وكثر المهم استغرب مني قال لش فيك كذا كل المهم قمت سألت عن خوي هذا وقيت أخواتي قالوا لأنكم صحبة من زمان وكذا قال لي وهو وقف معاي بشكل كبير وقال لي أيام الجامعة كنت مرة ما أبو أكمل ورسبت السنة وهو وقف معاي وشجعني قلت لما كنت أشوف شهايد اكترى شف الدفتر كاتبة لها أنت المهم متفاجأ قال وين قلت في الدرج هناك قال هذا أيام مراهقة قلت متى كتبت قال أنا كتبت وأنا كنت ثاني جامعة المهم ضحكت قلت الله أكبر ثاني جامعة أيام مراهقة قال اي عادي المهم بدأ يحس كده كأني بديت أشك حس أني بديت أشك في الوضع وزي كده صار ما يحكيني مرا عنه وإذا دق عندي ما يرد وإذا سألت عني يقول لا تسألين عن أصحابي قلت سألت كأنا عن صحبات قلت وعاد سألني ما فيها شيء المهم والله يا جماعة الخير أنه كان يدق حتى وهنا يكلم وأنا أيام الملكة دق دق لين راسي يوجعني ما يرد علي يقول لي وأستح يطلع فوق والله أطلب حمواتي المهم دقت كده يوم من الأيام دقت على أبوي قلت تعال طليع أنا طفشت خذني أبوي مشاني وعشاني وشرالي كل شيء من السوبر ماركت ورجعني البيت ودخل الأغراض ونزلت ونزلت عمتي قالت لي كلبتي على أبوك يا بنتي قلت والله هو وحلف وما قدرت أرد قالت لي ما طلبتي زوجي قلت يا عم ولا تكرب شو ينسع بره مع هذا الخوي ولا يدري عني طبعا هي سكتت انصدمت يعني ورجعت رجع البيت ومعها كياس كثيرة اشترى من السوبر ماركت قال مرة ثانية لا تطلو بين أبوك وإذا جاب مرة ثانية والله أني لأرجع قلت ما فيها شي المهم حط الأغراض وطلع طلعت كده من الدرجة عشان أسمع شو بتقول المهم سمعت هاتخاص ما تقول لا تسوي زي ما يسوي خوي كفي زوج وكذا قال هذي حياتي وما لأحد دخل فيها طبعا أنا خبت أني سوي لي شي دخلت ما سمعت باقي الكلام ولما نزل ما وضح ما وضح لي ولا شي يكلمني من التسعة عشر الصباح بنت درق طيب قال للمعلومية بنات ولا مرة أنا ويا جلسنا أكلنا وحدنا يا فوق يعني ناكل عند أهلا ولا هو يجب لي من برة ويكون هو ماكل طبعا ويجب لي أنا أكل وحد زي القردة المهم مرأت بش يا والله العظيم صعب صعب اللي يقر أكثر أنه كان في رمضان يصحين من بدري قم يساعد أمي وخواتينا لس عروس يا ناس يوميا أقوم أساعدهم وطلة السفرة ونغس المعين والله العظيم يعلم الله أن أخته الكبيرة كانت أحيانا تحلف علي أني ما أمسك شيء بس أستحي وأقول لا لا عادي بالمهم قلت لي ليش ما تنادي خويك هذا وزوجتي يفطرون عندنا أبتعرف على زوجته قال لا والله ما أدري بسأله مع العلم أني طبعا أنا عرفت من حمواتي أنها كانت تجيهم ويعرفونها بس قال هو أني عزمته ورفض لكن أعزمته بس هو المهم كنت أتمنى أني أرى زوجته وتعرف عليه ويعرف منها طبعا أنا جارسة أربط القصص ببعضها وتعرفون أن العيد قرب وكمل كذا أنا بنروح نعيد عند أهلي ثالث العيد أو رابع العيد أهلي يسافرون يعيدون بمدينة ثانية قال أبويت السافرين تروحون في العيد قلت تسافر قال وانت قال الميزانية لا تسمح المهم أخذي ألف وسافري مع أبوك كان أبوي يجي ويسافر بحكم أنه مرابط في دوامه حبيت أغير من نفسي وسافرت وقعد أربع أيام وجاي أخذني بس القهر جاء وقعد ثلاث أيام ساكن مع واحد من صحابه وما أدري حتى من هو الخوي ولا فكر يجي يسلم علي ولا يعني عند أهلي قعد المهم سكت قلت يلا ما أقلبها بزعل ورجعنا تخيلوا أني صاري يزلعل على أدفه شيء أدفه شيء يعني أقول لكم بنات مرة طلعني أنا وإخواته طيب ولما رجعنا قالوا لأخواته يعطيك العافية مشكور المهم دخلنا البيت قال لماذا لا تشكريني قلت أنا لماذا أشكرك قال مشيتك قلت واجب عليك حبيب أنك تطلعني قال واجب علي طيب طيب المهم جلث ثلاثة أيام ما يكلمني وعلى السفرة والله العظيم حتى ما يطالع فيني حتى أهله حسوا المهم مع ذلك رحت اعتذرت سبحان الله مرة كانت تصرفات غريبة عجيبة المهم خلص رمضان وزي كذا الحمد الله وجاء العيد وعزائم كذا بعد عشر أيام تقريبا كان يسافر المدينة اللي فيها اللي هو يشتغل فيها وكنت أنا بروح ذي الفترة عند أهلي بحكم أني ما أخذ شقة في المدينة اللي هو فيها عشان فترة تلحج ومدري ويشوف شقة وقبل ما سافر عند أهلي سبحان الله كأن كذا جاني إحساس أني ما رح أرجع المهم رح تلتب أغراضي كلها عبيت كل الشنط ما خليت شيء في الغرفة ما أخذت وتفاجأ لماذا تأخذ كل شيء لماذا تأخذ أغراضك كلها المهم قلت لأني سافر قبلك وغرفتي تكون مفتوحة وما سأرتاح قال لماذا لا في ثقة وما سينزل لأمي وأخواتي المهم قلت إذا احتجت شيء لا يقوم رايحة جايا لم يقلب وجهه لدرجة أنه أعطاني عقد الزواج بعدين أعطاني غير رايحة وأخذ مني مرة ثانية لم يرتب الأغراض وذلك وبعدها سافرت عند أهلي سافرت عند أهلي وكان يكلمني في الواتس أخوه الصغير سادس ابتدائي وجالس أقول هاي كيف البيت من غير عم ولد أخوه طبعا كنت أقول هاي فلان كيف البيت من غير عم ولأنه يلعب معاهم في الستيشن في يحبونه قال عم ما سافر هو تحت مع أخوية فلان كذا كأنه جاني كف على وجه يش في بيتي وتحت انفجأة دقة يعني دقة ما رد المهم يعني حتى المطبخ ما فيه شي فاضي قلت لأمي وطبعا أمي كان ودها من زمان ما تكلم ومدري إيش قال تم يعني ليش ما شكت لنا قال تم تقول عم تبكي وعينها ما تجف ويف والله فعلا بنات أنها حساسة مرة المهم قال تم لأم بنتي تحرم على ولدكم حرمة مكة على اليهود والنصارى وقام كتب لي في الواتس بس ما ردت يعني طبعا علي كان جوالي أيو هو يكتب لي يقول أنا ما ردت عليك عشان جوالي كان صامت المهم وهو والله يا بنات يعني عشت معه شهرين عمر وفي حياته ما حط جوال وصامت انقهرت كتبت له طبعا اللي بيني وبينك انتهى خلف لان ينفعك والله لو انطبق السماع على الأرض ما رجعت لك أبدا لو تترجان بايش تترون ردي علي يا بنات كتب لي على راحتك بغيت أموت من القهر كل اللي سويته وما بين بعين وقاح آخر شي يقول لي براحتك المهم كلم أخواني طبعا جلس يبرر لهم موقف وأخواني يقولون يعني هذا الإنسان ما أعطيتهم العلم كله كان يطلع علي عيوب يقول أنه أنا نايمة وأمي وأخواتي بس يطبخون لها ومدلع يعني والله العظيم يا بنات كنت يعني قمت بواجب الزوجة على أكمل وجه من اهتمام ومترتيب ونظافة وكل شي والله لدرجة أني كنت أقصص حتى أظافير وأهتم فيها بس سبحان الله نكر كل شي والحمد لله أمه وأخواته وسلفاته كل والله العظيم ما عمري شفت منهم إلا كل خير حسبي الله ونعم الوكيل يعني ولا حول قوتي إلا بالله الله يعوضني يا بنات خير قولوا آمين طبعا أمه ما رجعت اتصلت على أمي وهو ما رجعتك ولا مرة المهم مرة من المرات حبيت يعرف وجهة نظره طبعا ذلك الكلام قبل المشكلة فترة قلت لو سمح الله انفصلنا ايش تسوي قال وش يرد الواحد ايش يقول لماذا تقولون كده الله يخليك طبعا هو رد قال بفكك بسهولة تفكرين اني بفكك بسهولة انا زوجت نفسي وما اخذ قلق لخمس سنين قدام وخسرت لي وراي واللي قدام المهم سألت قلت ليش صبرت سنتين قال اني سمعت من الناس اني كنتي طيبة وهذا اكثر شي خلاني اسبر طبعا هو صبر لاني انا طيبة وكنت احب قلدي خلاص بس تسكت على بلاوية كلها بنات المهم انا قلت لكم هذه القصة عشان اعرف رأيكم مو في اني انفصل عنوال او لا اصلا الامر مفروغ منه مستحيل اني ارجع له لو ايش اكره بشكل مو طبيعي بس ابو اعرف اشتكي وشهر فيه واضلم اخواته اللي لسه ما اتزوج او اسكت الان لا اعرف ماذا يفكر به بس اعرف انه ما رح يمررها على خير خائف منه يسامح المهم اخواني يتحلفون فيه وكذا عود بالله قلق فوق ما انا قلقان قلق مو طبيعي المشكلة يعني انه التجربة هذي والله بنا تكبرتني عشر سنين قد او يا بنا الله لا يجعلكم تشوفون اللي عشت والله من جد اقول لكم تجربة فعلا كبرتني عشر سنين قد الله لا يجعلكم تذوقون يا رب اللي ذكت المهم دل اهانات وقاح دناء هجران المهم اخط لي يا بنا والله وقت عشان استوع باللي انا مرفي وبكذا انتهت قصتنا لليوم اتمنى ان اشوفكم فيديو جديد يا سكرات انا وانتم بخير دائما الى ذلك الوقت استودعكم الله واشوفكم على خير اكتبوا لي اراءكم في التعليقات اي قصص مشابه لهذا القصة اتمنى انكم ترسلونها لي او تتواصلون معاي احبكم سكراتي مع السلام ويومكم سعيد موسيقى